سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أي أن كان مكانك في هذه الدنيا أي أن كان دونك أي أن كان تفكيرك أي أن كان جنسيتك أي أن كان جنسك كمان دي حلقة إجابات الأسئلة على حلقة الصيام سيكولوجية الصيام ويمكن أن أتعمدت أن أنا آخر حلقة دي علشان أنا بطبعي ما بحبش أخلي الإنسان يتلقى المعلومة كأنها بتتحطله بمعلاقة في فمه وإنما أنا هدفي وأعلنته كذا مرة على الفيسبوك اللي بيتابعيني بقاله سنين من 2009 تقريبا قلت أن أنا عايز أحفز الناس أنه هما يتفكروا ويتدبروا ويعرف هو بنفسه إزاي يطلع المعلومات فعشان كده أتأخرت فأنا أعتذر أنا كان ممكن أن نزلها على طول بعدها بأيام قليلة ولكني تعمدت هذا التأخير علشان تفكر وتبقى قدامك الفرصة وكل حد عاوز يدلي بدلوه ويقول رأيه تسمع كل هذه الآراء وبعضتين أقولك برضو رأيي عشان تتفكر تاني وتختار الرأي اللي انت شايفه الأصوب والأقرب إلى مراد الله ده رقم واحد رقم اتنين ودي جزئية مهمة قوي إن الإنسان وقلتها لكم يمكن في كذا حلقة من حلقات التلفزيون الإنسان بينشغل دايما بالنتيجة والإيجو بيخليه مربوط بالنتيجة وقال الآن لأنه عاوز يوصل للنتيجة الصحيحة ولكن مش ده اللي ربنا قاله لنا في القرآن ربنا قال وأن ليس طالما وأن ليس يبقى كله ملغي معده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى مش مهم النتيجة المهم السعي أكبر خطأ ومشكلة حصلت في تاريخنا إن الناس ارتبطت بالنتيجة وبقت المهمة عندها النتيجة مش مهم السعي فربنا أمرنا بالتدبر مثلا أمرنا بالتدبر والمفاجأة يمكن الناس كده معرفوهاش إن إحنا لغاية ما هنموت هنكون بنغلط ونتعلم ونتطور ونغلط ونتعلم ونتطور ولما نروح نقابل ربنا يوم القيامة هنكتشف إن كان فيه أشياء خطأ كمان لكن إنت لو بتدبر مخك هيقعد كل فترة ينضف سرعة نمو وعيك وعقلك هتبقى أعلى وسرعة عالية جدا عن من لا يتدبر أو يتفكر وبالتالي مش مهم النتيجة فأنا كنت عايزك تعيش بتفكر وبتجاهد في سبيل الله في آية جميلة بتقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا فأنا يعني ساعات بعض الناس ولكن انت بتشكك الناس وبتعمل كذا لا اللي عايزك تعرف المعلومة عشان تعود كده فهو بيمنعك عن حالة الجهاد والبحث والتدوير والتفكر الحالة دي لوحدها من أعلى وأرقى أنواع العبادات هكرر تاني الحالة دي انت عمال تدور وتفكر وتشغل عقلك وتشوف ده صح والغلط ده قال إيه وده قال إيه الحالة دي من أعلى وأكبر أنواع العبادات ومن أعلى وسائل شحن الطاقة ولو أنت بتعملها هتلاقي نفسك في قمة الاستمتاع وحاسس بشغف أثناء البحث الإنسان بقى اللي بيطلع فكرة وبيركن إليها ويا سلام لو الفكرة بقالها خمسمية ولا ألف سنة بيركن إليها وبيعتبارها صحيحة دول في الغالب هم اللي بيكونوا قد يقعوا في مشكلة ويضيعوا بسبب هذه الأخطاء عشان كده مطالب وأنا أول حد بعمل كده أن أنت طلعت قرار شغلت عقلك خدت رأي وتعاملت بيه فترة كل فترة ارجع تاني ارجع الأراء تاني يشغل عقلك فيها ستجد مزيد ومزيد من التطور والإضافات ولو كلنا بنعمل كده والله العظيم هنعيش في نعيم وهيحصل تطور في العالم كله بصورة لا تتخيلوها خليني أبدأ الحلقة بقصة غريبة شوية أو مش غريبة بتحصل كتير أب كلمني في التليفون وقال لي أنا عايزك تقابل ابن ضروري الولد متدمر نفسيا جدا وقعدي يزاكر كويس وكان مقطع نفسه في المذاكرة وفجئنا بالنتيجة ان هو راسب كلام غريب مقطع نفسه في المذاكرة وفجئنا بالنتيجة وراسب فقابلت الولد ايه اللي أخبار قال لي أنا قعدت زاكر ويعني ما سبتش حاجة لما زاكرتها وكنت رايح وانا متأكد ان هجيب أعلى الدراجات انا كنت حافظ صم ولو حد سألني اي سؤال كنت بجاوب ولكني فجئت ان الاسئلة كانت في الامتحان انا مش عارف ايه ده واتصدمت معرفتش حل كويس غير اللي أنا مذاكره واسقطه وشيلت المادة في الجامعة فقالتلو يعني ايه الكلام ده الكلام مش راكي في حاج غلط وانت كنت بذكر منين قال لي أنا نزلت مكتبة وقال لي بص بقى انا عندي كمية ملخصات للمادة عاملها فلان وعملها علان فلم كل الملخصات اللي معمولة وقعد يحفظها ويذاكرها ولكنه ما بصش في الكتاب اللي الدكتور قيلهم عليه فالاسئلة في الامتحان جات من الكتاب وما جاتش من ملخصات فانطبق عليه حرفيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا انت متخيل نكونك تيجي يوم الايامة الله مسلمك الكتاب انزل اليك الكتاب وامرك تتفكر فيه وتتدبر فيه وانت عايش على ملخصات ناس تانين ممكن يكونوا حطوا خطأ والدنيا اللي اخبطت تعالوا نبدأ الاسئلة ان شاء الله تبقى اسئلة انا نيتي يعني يا رب يعني اكون يعني اد النية دي ان الحلقة تكون بيان واضح ليك عشان يخليك تعرف تاخد قرارك صح تتفكر صح وتتبين صح وعشان تعرف تمشي على مراد الله صح نيتي ان نقابل بيها ربنا يوم الايامة وانا رافع راسي وقول له يا رب انا عملت حاجة ممكن تكون في المئة سنة ولا الخمسمائة سنة اللي فاتت محدش عملها دي نيتي هتشوف في الحلقة حاجات صدقني نيتي فيها كده ان محدش عملها نهائي في التاريخ المعروف في البحث في الجزئية دي فانا عملت العالية عشان تشغل عقلك ويا رب تكون حلقة بتوعيك وتحميك من انك يوم الايامة تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا السؤال رقم واحد لماذا لم تشرح بالتفصيل وتركت اشياء لم توضحها مثال وعلى الذين يطيقونه حلو السؤال واشكرك ان انت تبينت اولا انا كنت بتكلم في الحلقة اللي فاتت عن الصيام من ناحية الطاقة وازاي ان هو بيفيد الانسان وبيخلي حياته جنة وشرحت الافادة اللي بيعملها ومن اهمها ناس في التعلق وزاي بتشحي من الاكل السماوي اللي بتوقف الاكل الارضي فكنت مركز ان ازاي نص المجتمع اللي هو النساء وساعات في مجتمعات عددهم اكبر كمان نص المجتمع الشهر كله بيعدي وتلاقيهم كلهم ولا حد فيهم صام الصيام كامل فالطاقة بتاعة المجتمع بتختل ودي مشكلة كبيرة لما تدرسوا الطاقة ان شاء الله هتعرفوها فطاقة المجتمع بتختل وبالتالي بيأثر على المجتمع سلبا وما حدش ياخد باله لما يكون الكل بيصوم بتبقى طاقة المجتمع مذهلة وبالتالي بيعمل تحسن على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الفردي للفرد كمان فانا تعمت وانا كنت قاصد وانا بتكلم على الايات انا عايز اقول بس الصيام واقول ان ربنا في الصيام لم يستثني في الصيام الا المسافر والمريض وفي اخر الاية امقيلوا انت صوموا خانوا لكم اصدت عدي موضوع وعلى لدينا في القناة انا موضوع كبير وانا كنت الحلقة دخل على الساعتين فمش عايز اطول فيها يعني فمش هعود اتكلم بقى في القناة واعملها ازاي لاني انا ما كنتش بفسر الاية اركزوا في فرق لو انا كنت بعمل الموضوع عشان افسر الايات فكنت همسك لك بقى الاية من اولها مع الكلمان بتاعتها والالفاظ والحروف ودي جات هنا ليه وازاي والبلاغة بتاعتها عامل ازاي انا مش بفسر الاية كنت همسك لفظ لفظ لغاية ما خلصها لكن انا كنت داخل باخد منها شاهد على الموضوع بتاع الحائد والاستثناء وجبت من الاخر وسبت اللي في النص انا قاصد فاشكرك انك تبينت ويمكن عايزكم اللي ممكن يكون لسه للناس بتعمل شير كتير فلو الحلقة دي انت اول مرة تسمعها ما شفتش الحلقة اللي قبلها مهم تسمع الحلقات من اول حلقة رقم واحد في ملفات لان فيه معلومات مهمة لازم تعرفها لو انت معرفتهاش الحلقة دي هتنرفزك وهتحرق دمك وممكن تغداب وتاخد سيئات وذنوب كتير فاسمع الحلقات اللي في الاول عشان يبقى انت واعي بالزبط اللي بيحصل وما تتخضش من العمال يحصل كده ويمكن كمان فيه ناس بعتولي كتير الشكل اللي عملناه اللي هو سحب الطاقة السماوية والاكل السماوي من المصدر لطاقات الكون وهو الله وايقاف الاكل الارضي روائع حصلت في حياتهم ففي اخر الحلقة ان شاء الله هحط لكو صور كتير او يعني هقولكو هحط لكو مجموعة منتقاء لاني حطي كزا الف حد عامل مشاركة يعني فانا هحط لكو مجموعة منتقاء لناس اللي جربوا ايه اللي حصل في حياتهم هعمل الصورة ثلاث ثواني او ثانيتين بالزبط ثانيتين 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 وانت بقى وقف عشان تقرأ الكلام المكتوب عشان ما نطولش في الحاجة بتاع الفيديو السؤال اللي بعد كده حضرتك قلت ان الصيام اثناء الحيض بيكون برخصة المرض طب ما ممكن ايام الحيض او النفاس كلها مرض لان الجسم بيفقد دم كتير وفيه نساء بينزل معدل السكر في دمها يعني كل الايام تعتبر مرض بصوا المرض شيء يعني عرضي غير سوي بيحصل في الجسد يؤدي الى حالة من الضعف ولو تحرنا الدقة هتلاقي المرض ضعف الطاقة ركزوا معي ضعف الطاقة في خلايا معينة فالحياة فيها قلت والموت لها قرب فبتبدأ كمية الخلايا اللي بتموت بتزيد فالمرض بيطغى وبالتالي التشافي او المناعة ما بتعرفش تقومه ده معنى المرض خلاص كده وحتى لما سيدنا ابراهيم يعني المرض اصلا من الاشياء السلبية اللي هي لما انت بتعملها وقلنا في كورس قوة كلمة التفكير وقلتها في كذا حلقة وانشاء رحمن في حلقات مفصلة في الملفات في الجزئية دي ان اي شيء سلبي حصل لك انت المسؤول عنه ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولما سيدنا ابراهيم تكلم عن المرض قال ربي الذي خلقني وهو يهدين وهو الذي يطعمني ويسقين واذا مردت فهو يشفين فمش المرض من ربنا كان ممكن يقول وهو الذي يمردني ويشفين لا واذا مردت لانه مني انا هو يشفين فالشفاء من الله والمرد من الانسان بسبب الاخطاء لكن الدورة الشهرية هو وقت الجسم بيتخلص فيه من الدم الفاسد وبيخرج وبيجدد خلاياه فدي دورة طبيعية ما هياش مرض بسبب بقى تعامل الانثى الخاطئ والاكل الخاطئ والاكل المتهرمن والحاجات الموجودة في الجو والكلام ده والحاجات المش صحية يعني فبقت الانثى بتجهد وبتتعب مش في كل الايام في ايام معينة وبالتالي لو تعبت عندها رخصة ان هي تصوم او اقصد تفتر وان تصومو خير لكم لو عايزة تصوم ما حدش قالناه حرامه هنفضح هنوضح كمان عشان فيه ناس ما شاء الله عليهم فكروا ودوروا وجابوا أحاديث وقالوا نصوص فأنا أشجع الكلام ده وعايزكم تدوروا أكتر وتبحثوا أكتر فهنطلع ده وهننقشوا خلال حلقة بالتفصيل يعني التفصيل 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 إن شاء الله الوزياء المهمة التانية أنا ماينفعش عمم ده بتوصل مرحلة يا جماعة والله العلي العظيم واسألوا حتى صحبتكم اللي بتعرفوهم إن الواحدة بتلاقيها ما كلتش حاجة خالص من ساعة ما صحيت من النوم هي صيمة ولكن بيجبروها تشرب بق مية عشان تكسر صيامها يعني هي قدرة وما كلتش ولكن بتروح عن عمد تشرب نقطة مية عشان تكسر الصيام وبيقول لها بالنص كده اكسر صيامك حرام تصومي حرام تصومي فبتحط نقطة مية وتبلعها عشان تفتر وما بتاكلش ولا بتشرب لغاية ما مغرب يدن حلو كده ويدخل وقت الإفطار إيه ده فإن لي تعبان ومش قادر أوكي يقع عليه الصيام ثانيا وإحنا وضحنا في الحلقة بصورة قوية إن اللي الناس بيعملوه معظمهم هو إمساك طبعا اللي بيمسك الأكل بيمسك عن الأكل وعن الشرب بيجهد لكن اللي بيصوم يعني بيستمد الطاقة من الله بياخد طاقة أقوى نقية نضيفة من السماء يبقى هيتعب إزاي وأنت صوموا خيرا لكم لو أنتوا عارفين وعيين فاللواعي بقى وعمل الصيام صح هيكون بياخد غذاء طاقي أعلى من الأكل أعلى من الأكل فبيعلي الصحة وبيعلي المناعة وأقول لكم مفاجأة بقى اللي هتصوم صحة في رمضان هتفاجأ بعد فترة إن شاء الرحمن إن الأعراض اللي كان بتحصل لها أثناء الدورة والتعب والإجهاد والكلام ده كله هيبدأ تلاشى وهتحس بطاقة وقوة لأنها بتستمد الطاقة من المصدر وهو الله الأكبر من أي أكل أرضي أو أكل الناس عاملين فيه بلاوي ولعب وسمنة والنار وحرق وكلام من ده في حامته قصدي يبقى لو أنا هتعب هاخد برخصة الصيام لكن الحائد زي ما نوضح بعد إن شاء الرحمن في بقية الحلقة في طبصيل مفيش حاجة اسمها أنا فترت عشان حائد أو إن الصيام حرام حلو كده ده حتى أقول لكم حتة سريعة جدا ربنا بيقول في القرآن بالنص ويحرم عليكم الخبائف فالشيء المحرم هو الخبيث بتقول لي بقى الصيام حرام ها اللي بيقول الصيام حرام حرام يعني خبيث يعني ما علينا السؤال بعد كده لما تكلمت عن صوم السيدة مريم فأكيد تشريعات الصيام زمان كانت غير تشريعات الصيام في الإسلام لا طبعا احنا تعلمنا نتدبر مين قال إن تشريعات الصيام زمان كانت مختلفة عن تشريعات الصيام في الإسلام أولا الإسلام هو الدين الذي نزل مع كل الرسل وربنا قال بالنص في القرآن كتب عليكم الصيام من قسين كما زي يعني كتب على الذين من قبلكم حلو؟ يبقى من الآية دي هنفهم إن الصيام مكتوب علينا كما كتب على السابقين الصيام الصح أي تحريفات دخلت بقى عند السابقين ما ليش علاقة بيها هو قال لي إنه كتب كما كتب يبقى أنا هفهم من الآية إنه كانوا كلهم في كل الأزمنة بيصوموا كما كتب وكما صمنا وشرح لنا حلو كده؟ وبالتالي بقى حصل تحريفات حصل تغييرات حصل إطالة في المدة حصل إن أنا أعمل كذا وما أعملش كذا دي كلها حاجات دخلت ودخيلة ما لناش علاقة بيها إحنا لنا بدا ربنا قاله ما ينفعش يقول حاجة عكس اللي ربنا قالها ده رقم واحد رقم اتنين إن أنا كنت بتكلم في الحلقة على موضوع الصوم اللي هو بوقف فيه الكلام مش الصيام وشرحتها ويمكن هعمل لكم حلقة مفصلة عن الصوم إن شاء الله لأنه رائع جدا 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 وفائده رهيبة ومش تازم يكون في نمضان هو مهم قوي يتعامل على الأقل تلات يام أقل حاجة يبقى تلات يام فكنت بقول إن الصوم اللي هو فيه بتوقف الكلام أعلى درجة بكتير من الصيام اللي انت بتوقف فيه الأكل فتخيل بقى إن اللي بيقوله الصيام حرام ربنا هيخلي السيدة مريم وهي نفساء تعمل الصوم اللي هو أعلى من الصيام لو هو حرام يعني وبالتالي لازم يكون واعي إن الموضوع ملوش علاقة بكلمة حرام وإنها كتنفساء وعملت عبادة رهيبة رائعة اسمها الصوم للي بيقولك حرام إنها تصوم إنها تعمل صيام ويمكن في حتة مهمة كمان إن ألفاظ القرآن دقيقة لأن في حد سألني قال لي ده الآيات اللي مثلا في الكتب الساموية السابقة مكتوب فيها الصوم 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 هذا المقصوب بيها الصوم عن الكلام لا مش شرط لأن الآيات اللي في الكتب السابقة مترجمة فاللي بيترجم مش فاهم فكله بيترجم كلمة الصوم لم يكن مدرك ساعتا أن فيه فرق بين الصيام والصوم وبالتالي هو كاتب الترجمة بتاعته فالمقصوب بيها الصيام حتى الحديث النبوية اللي فيها كلمة الصوم المقصود بها الصيام ولكن هي متقالة بالصياغة البشرية وبالتالي لم يكن فيها الدقة بالألفاظ القرآنية صوم وصيام السؤال بعد كده السؤال ده طويل وانا آصد أقوله بالنص كده وهقول لكم بعد ما خلص ليه الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله بداية أذكر نفسي وإياكم وأخوف وأنذر بقوله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وعد حق ونذير صدق من الله الكبير لكل من يفتر الكذب في دينه بالويل والعذاب والخيبة فاتقوا الله إني لكم ناصح وعليكم مشفق صيام الحائض والنفساء لا يجوز أنا آصد أن أقول الجملة دي لأن في بعض الناس بيتجهوا هذا التوجه بالترعيب والخوف ويمكن كلمتوك كذا مرة على الناس اللي بيخش بالرعب شوف أول ما تلاقي حد داخل بيرعبك بيرعبك ويخوفك كده ويقول كلام كبير انتبه لأن دا بياخد العاطفة بتاعتك فبيعميك عن الإدراك والمستلحة بيكون ضخمة وكبيرة وتلاقي الناس بقى دخلة سامحهم الله أيوة اديلوا ورينا وقفوا كأنها حرب يعني مش فهم إيه اللي انت بتعمله دا وإيه علاقة دا بالدين وأنا يمكن ما جبت شيرة الأسماء ما ليش علاقة بالأسماء الأشخاص عشان ما يكونش بغتاب أنا قلت النص وبناقش الفكرة بغض النظر عن المعلومة فعلا اللي بيفتري على الله الكذب نهاره يسود ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته يعني هيجيب لك آيات أكتر من اللي انت قلتها كمان ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته والمفاجئة بالك ما خدش بالك منها إن في آية تانية بتقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يبقى اللي بيقول على شيء حرام ربنا سماه بيكذب على الله في القرآن وبيفتري على الله كذبا مين بقى اللي قال من الصيام حرام أنا مين اللي قال صيام الحائط حرام أنا شوف بقى فكر كده من الذي يفتري على الله كذبا ومن الذي يكذب بآياته مين اللي قال إن في شرط تالت من الناس اللي بيقع عليهم الصيام هو الحائط مع إن آيات الله بتقول المريض والمسافر فقول لي بالله عليك من الذي يفتري على الله الكذب وشغل عقلك ومنتبهه كده من اللي بيخش بالكلام الكبير عشان ما ياخدكش في دوكة زي ما بنسميها في مصر ويلهيك عن المعنى العميق وساعات بقى تلاقي ناس داخلة تشتم وتهاجم وتستنى يناقش فكرة أو يوضح ما بيوضحش وعمل يهاجم واتقي الله وهذا الدين الجديد وهذا ما عرفش مي يا عام طب ماشي نقشني مفيش خلي بالكو بقى في مشكلة الناس اللي بيتبعوا الموروث ويمكن يعني من ضمن حتى الأسئلة اللي كانت بتيجي إن حد يقول إيه معقولة كل دول ما انتبهوش كل الأمة من من أيام الرسول عسى السلام حتى الآن لم ينتبهوا مين قال لك كده مين قال لك وما كانوا بيعملوا إيه ده افتراض عندك وهذبتلكوا يمكن في معلومات مفاجأة ليكو هتيجي بخلال الحلقة ولكن اللي بيحصل بالضبط وركزوا معاك ويس قوي إن الدين نزل من عند الله وبعدين الناس كسلت عن اتباع أوامر الله بالتفكر والتدبر لكتابه ففي واحد اجتهد وطلع اجتهاد وقال لا يجوز لأن الحائد مثلا أو النفساء إنها تصوم والمشكلة بقى أنه مش لها جوز لا حرام والله اقروا كده حتى الفتاوي حرام ها ولا تقولوا ده نهي في القرآن يعني كمية يعني مش عارف ازاي بيتم الاستهانة بالنواهي القرآنية بالطريقة دي ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ويمكن في آية تانية لما تحرمون طيبات ما أحل الله لكم لما تحرمون طيبات هو الصيام من ايه مش من الطيبات وهم بيحرموه بيحرموه على الست فبيحرموا عليها طيبات ربنا أحلها يعني حتى المسافر والمريد اسمها رخصة ما اسمهاش حرام ما ينفعش الصيام تسميه حرام هكرر ربنا بيقول وحرم عليكم الخبائف ويحرم عليكم الخبائف الحرام هو الشيء الخبيث فاللي بيقول أن الصيام حرام استغفر عظيم يا رب يعني كده بيتهم أنه خبيث بسمع علينا المهم فاللي بيحصل بقى أن في حد بيجتهد فبيطلع رأي يقوم واحد ياخد منه والتاني ياخد منه والتاني ياخد منه والراب ياخد منه وكل واحد من دول يبقى عنده طلاب وتلامزة بينقله هم كمان وينقله فجأة تلاقي بعد عشر عشرين سنة الكل بيطبق الموضوع ده ويظنوا أن من أيام الرسول كم يعملوا كده عشان كده عايز أقولكم على أهم مهم قوي انتبه ليس كل من تظنه عالم هو عالم أمال إيه والله العليه العظيم أن نسبة العلماء في هذه الأمة أقل مما تتخيل يعني أقل 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 مما تتخيل لأن كل اللي على الساحة إلا قليل ناقلين وليسوا علماء الناقل هو اللي تلاقي بيقول لك قال فلان قال علان قال فلان قال علان وهم دول اللي خربوا الدنيا ده مسموش عالم العالم اللي بيعد ويفكر ويتبين ويحلل ويطلع فأول حد عملها كان عالم وإن أخطأ كان عالم اللي خد منه وراه ونقل ده اسمه ناقل فالناقلين هم سبب خراب كل الأمم السابقة على فكرة الناقلين فالناقلين ما يكتروا بقى بيشوشوا على المجتمع فسيب حد بس ينقل يعني الحلقة دي مثلا لو حد خدها ونقلها وحد نقلها ونقلها نقلها بعد عشرين سنة ممكن يقوم الكل مطبق الموضوع ويظن من أيام الصحابة اللي بيعملوا كده مين عارف فدايما التحريفات بتحصل كده حد يحط حاجة في النص حد ياخد منها وحد كذا كذا وينقل والناس اللي بيرجعوا الناس الحق بيحصل كده برضه كل الرسول كان بييجي يقوم برجع الناس للصواب ولما يرجعهم للصواب يقوم الناس متابعينه فالأمة كلها تتضيبت تاني وبعكية الأمة ترجع تاني لأن الشيطان شغال وهؤلوكم معلومة دقيقة جدا الشيطان هذا يعني الرمز للسوء وللنار وللجحيم بيعمل حركة بسيطة جدا نفسية أتفى مما تتخيل أنه يخش على آيات الله يقوم عكسها بس يخليك تعمل عكسها هو دو كل شغلته هو تافه وعبيط وربنا حتى قال إن كيد الشيطاني كان ضعيفا تافه بيعمل إيه يخش يعني مثلا عندنا حث على أن أنت يعني تهتم ويعني تبقى الأقربون أولى بمعروف وأن المعروف أولى بي الأقربين ليك يقوم داخل بس عامل كده الأقارب عقارب يعكسها لك بس كده ربنا في القرآن يقول يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم ويقول ليس عليك هدهم يعكسها لك مش مهم أنتك مهم هم وهكذا كل التحريفات اللي حصلة يعكس يعكس بس وهيقول لكم في الحلقة إن شاء الله إزاي حصل الكلام ده فاعرف بقى أنك لما تلاقي آية قرآنية الشيطان لعبته يعكسها وهنبين بإذن الله خلال الحلقة القادمة الحلقة قصد الحالية السؤال اللي بعد كده حضرتك قلت أن كلمة إنسان دايما معناها سلبي وهناك آية تقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يبقى كده كبد معناها سلبي اسمح لي أحييك وأشكرك على هذه المعلومة بص أنا كاتب السؤال ده من فترة فأنا مش فاكر أنت مين لكن أنا هدخل على الإنترنت إن شاء الله وهدور عليك ولو لقيتك ليك مني كورسين هدي إن شاء الله رحمن كورس قوت كلمة التفكير والكورس اللي بعديه تطبيقات الجافة بإذن الله لأنك إنسان بتشغل عقلك وبتفكر حتى وين أخطأت من وجهة نظري طبعا لأن كلمة كبد قصدي الإنسان قبلها الإنسان زي ما قلنا هو مرحلة هو الشخص اللي هو عنده نفس وجسد من غير روح حلو كده فدي صفة سيئة صفة سلبية لسماته السيكولوجية النفسية فمن يوصف بأنه إنسان ده صفة سيئة سلبية قتل الإنسان وما أكفره والصفات السلبية عن الإنسان لكن جسده الجسد في أحسن تقويم يعني مشكلة يعني عينه معايا خلايا مخه تركيبة المخ القلب الرئتين ده في أحسن تقويم لا ما روش علاقة بالسيكولوجية خالص ما روش علاقة بالصفة فالإنسان جسد ونفس مشحون روح فجسده في أحسن تقويم فلما ربنا يتكلم عن الجسد بيكلم عن أحسن تقويم لكن هو كحالة إنسان بقى صفة سلبية لما بيشحن الروح من الله صحوه وتعالى بيبقى بشر وهذه درجة أرقى وبنفس الجسد وبالتالي ده لا ينفي المعنى أن الإنسان دايما صفاته سلبية ولكن جسده إيجابي إيه المشكلة ما فيش أي مشكلة في أحسن تقويم ونفسه مخلوقة في أحسن تقويم إيه المشكلة إلا بقى لهو قعد يعمل أشياء شوه هذا الجسد فربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم سلمه الجسد في أحسن تقويم والنفس في أحسن تقويم وحطلنا التشريعات اللي خليك تشحن روح ما شحنتش روح الشهوات هتجري وراها فهتدمر هذا الجسد وهيتشوه وهيلخبط والنفس هتتشوه وتصب الأمراض ولن تستطيع العيش في جنة الدنيا إلا ما تزبط نفسك الأول أشكرك على تبيونك وعلى سؤالك وعلى تفكرك وحييك استمر كل مرة هتلاقي تطور أروع في حياتك إن شاء الله السؤال اللي بعد كده سمعت للحلقة السنة الماضية والله عذبتني معلومات الحلقة قبل سماعها كنت أصوم ولما أحس بالجوع والعطش والتعب أقول عندي الأجر والثواب العظيم عند الله أما بعد سماعي دا الحلقة لما بحس بالجوع والتعب أقول لماذا هل لا أعرف كيف أصوم هل سيعاقبني ربي على هذا وأدخل في دوامة من الأسئلة التي لا أجد لها جوابا وضميري يؤنبني وحيرة وضياعة بصي حلو نكوئتي في الموقف ده خليني بس أبين حتى أن الشيطان دايما بيجي للإنسان أول ما يبدأ يجيله معلومة جديدة ترجعه لربنا انتبهوا بيدخل بالتخويف والرعب عشان يدخي يخليك تبعد عن هذا الطريق وتستمر في اللي أنت فيه فاللي حصل أن أنت كنت ما بتصوميش ولكن بتعملي إمساك وده عن عدم وعي وعدم علم يعني انتبهوا كده هقولوك قاعدة انتبهوا ليه الله يهديكم الله سبحانه وتعالى مش بيعمل لنا كمين مش عاملك تريك كده ولا كمين عشان يوقعك ويعذبك ولا يعقبك يعني إيه الكلام ده انتبهوا ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سيعاقب من يفعل كذا وحط له عقوبة مش هيعاقب عليها لأن ربنا ما بيعمل لناش كمين كل العقوبات موضحة بدقة بدقة واضحة زي الشمس لأنه إله لازم يبينها لك ويوضحها لك فهل الله حط عقوبة للي مش بيصوم صح الله حط عقوبة للي ما كانش درسها كويس وما كانش يعرف فمعرفش صوم كويس لا مكنتش تعرفي ايه المشكلة عرفتي زبطيها المشكلة بقى اللي حصلت عندك تاني إنشطان دخل أوهامك إن انت لو انت جعتي واعتشتي يبقى انت كده ربنا هيعذبك إن انت كده لم تصومي رمضان لا بالعكس الحلقة يمكن أنا أصدت أسميها كده إن انت إن كنت تتعب أو ترهق فأنت لم تصوم لأنك كنت ممسك مش صيام الصيام الصح هو إنك تشحن من السماء فأنت لما تلاقي نفسك تعبان يبقى انت لسه شد حيلك أنا لسه تعبان طب يلا إيه حين أكتر إيه حين أكتر لسه مزبطوش اسعى واكتهد كل ده هتاخد عليه ثواب على اجتهادك وعلى سعيك الأحلى بقى مركزي كويس قوي وكل اللي ممكن يكون زيك الأحلى إن أنا لما أتعب وأرهق أخذ ثواب ولا لما كن مستمتع وبشحن من ربي وعايش بكل طاقة أخذ ثواب أضعاف وأعلى أيه ما أحلى وخلي بالك وقال لكم وفاجأة لأسف شديد إن في مورثنا الجميل تم تم يعني وضع اجدهاد من العلماء الأجر على قدر المشقة ركزوا كده ثاني الأجر على قدر المشقة للأسف هذه معلومة رغم اجتهادهم التي أحترمه ولكنها مخالفة لأن الله لا يريد لنا العسر يريد اليسر عشان كده سيدنا محمد كان إذا خير بين أمرين اخترى إيه أشقهما أصعبهما لا أيسرهما فاللي بيتبع اليسر هو اللي بيأخذ ثواب أعلى فبيشكر أكتر وبيستمتع أكتر لأن ربنا يريد إمتعنا مش إنك يطلع عينك عشان كده اللي بيتابع الموروط دايما بحذر منه بيركز على التعب والمشقة وكذا ويوهم الناس إن هذا هو الذي يسبب الآلام الثواب والرفعة وإلى آخره حتى يمكن بقولها في الكورس تعقود كلمة وتفكير بالتفصيل إن أقصى وأشد أنواع الأفعال هي أقل الأفعال رزقا الإنسان اللي بيشتغل شغل متعب أقل إنسان بيكسب والإنسان اللي بيشتغل شغل يسير هو أكتر إنسان بيكسب شوف كده اللي بيبني عمارة وبيشيل طوب وزلط وأسمنت ونشرحها بتفصيل في الكورس بيكسب قد إيه؟ والمهندس اللي قاعد في التكييف وعمل رسمة العمارة هيكسب قد إيه؟ ده عمل الأيصر وده عمل الأصعب فانتبه الله يهديكو عشان كده بأنبه دايما الموروض فيه أشياء اللي بيتتبعها بيتضمر وبيعيش في آلام هو مش واخد باله فدايما تفكر واجتهد وخلي نفسك افهم كتاب ربك عشان الملخصات اللي موجودة دي ما تلخبطكش وما تضيعكش إنها اجتهادات بشر هم هياخدوا ثواب اجتهادهم وإنت هتحاسب على اتباعك من غير تفكر أو تدبر فانتبه بالله عليك السؤال اللي بعد كده الآية وأتم الصيامة إلى الليل إلى تعني بداية الشيء وليس نهايته أو تمامه والمغرب يعتبر أول أقسام الليل ما رأيك؟ طيب من ضمن النقاشات اللي حصلت وحالة التفكر وتدبر دي الرائعة بسم الله ما شاء الله إن بعض الناس قالوا وعشان كده دايما بقولكو تبينوا وتفكروا وانتبهوا للإيجو العلمي لأن في بعض الناس الحديثي التدبر وطعيني الشباب صغيرين بيبقى قاعد كده متربص هو فاكر نفسه حامي حمل كتاب فقاعد بقى كل شوية يتصيد للناس أخطأها ويطلع الكلم كده فانتبهوا من هذا الإيجو لأن الإيجو دايما هنا عندنا قاعدة كررتها كتير في الكورسات الإيجو بيعكس فلو انت بتتبع إنسان الإيجو عنده عالي صدقني هتلبس في الحيطة لبس لأن دايما الإيجو بيلخبط وعي الإنسان وبيخليه يرى العكس حتى الإيجو حتى من الجذب اللي عنده الإيجو عالي بيجذب دايما في حياته عكس ما يريد فتلاقي دايما رزقه مش زي ما هو يريد وتلاقي حياته مش زي ما هي مش زي ما هو يريد فمن التدبر اللي عايز يتدبر بقى عشان يكتسب فرقعة ولا الكلام ده بيقع في الأخطاء دي فبعض الناس قالوا حتى معناها إن أنا بحتوي الشيء وبضمه يعني لكن إيه لا معناها إن أنا ببقى عطرف على أول الشيء طيب بالله عليك ركز كده اللي عاوز يعني فيه ناس بقى اتبعوا الكلام ده وأخدوه من غير ما يتفكروا عشان كده يقولوك دايما انت فكروا الناس اللي بتطلع تسقيق المعلومات بالمعلقة كده وتقولك هو ده الصح انتبه منهم أنا بقولك فكر وشغل عقلك ممكن أنا بقى غلطان وأنا بقولها هو إيه وعا تمشي وراي شغل عقلك وتفكر حلو كده لما ربنا يقول على سيدنا موسى إن هو قاوى إلى الظل إلى الظل معناها إيه أوله يعني الدنيا شمسة هو فراح إلى الظل يعني ويف على أول الظل ما دخلش جوه الظل يعني ده رقم واحد فاغسلوا بوجهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق يبقى على أوله ما هيش داخلة في الموضوع إذ أبقى إلى الفلك المشحون ويف على أول السفينة ما دخلش جواه يعني يعني إذ أبقى إلى الفلك المشحون إذ أول فتية إلى الكهف إلى الكهف يعني ويفوا على أوله ما دخلوش جوه الكهف يعني ما تشغل عقلك لما ابن سيدنا نوح قال سقاوي إلى جبل يعصمني من الماء إلى جبل يعني هي وقف على تحت الجبل على الطرف بتاعه لأوله ولا إلى معناها الدخول جوه الشيء شفت بقى يبقى حتى هي تعكست اللي اجوه عكس للأسف حتى معناها حتى إذا بلغ مغرب الشمس معايا فلولا اتصبروا حتى تخرجوا عليهم حتى معناها عارف الآية اللي بتقول حتى مطلع سلامن هي حتى مطلع الفجر ولا تأكلوا مدل يتيمي حتى يبلغ أشده حتى يعني حتى معناها أول ما يبلغ أشده خلاص دينه فلوسه الفلوس دي بتاعته محفوظة حتى يبلغ أشده أول ما يبلغ أشده من أول درجة تفضل ياخد الفلوس بتاعته فحتى هي اللي معناها شارب عند الشارب أو عند الحد في الأول وإلى هي اللي معناها الدخول في الشيء ارجع بعد الآية كده تاني بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل يبقى إلى هنا ايه معناها الدخول في الليل مش على أوله ولا طرفه إلى إلى الظل إلى الكهف إلى الجبل إلى معناها الدخول داخله مش معناها على أوله ولا على طرفه وهبين بعد شوية كمان بعض الحاجات المهمة في الحتة دي إيه رأيكم بقى لو جينا نمسك الموضوع عشان نقف عنده شوية ونتفحص ونتمحص لأن في ناس يقول لك لا وأن رب رسوح تعالى قال إلى الليل هنا معناها أن عند أزان المغرب وكذا وطبعا الحديث الشهير اللي انتوا شايفين دلوقتي قدامكم الحديث في صحيح البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أسمعته عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم يعني ركزوا معاي كده أن ده الحديث اللي بيستشهدوا به على الغروب هو هنا بيديلك ثلاث إحداثيات عارف النهار ده مثلا لو أنا عندي ابن بقول له بيقول لي بابا أنا عاوز أكل الحلويات دي بقول له بص يا حبيبي تنظف قطك وتزاكر ويتحط الأكل تاكل الحلويات بتديله ثلاث إحداثيات تنظف قطك تزاكر تخلص أكلك تاكل الحلويات ينفع بقى ماما تجاهز الأكل يوم راح ياكل وروح ياكل الحلويات ويقول لي ما انتا قلتلي لما أكل لما أكل طب فين تنظف قطك طب فين المذاكرة ده اللي حاصل الحديث بيقول إذا أقبل الليل منها هنا هذا أول شرط وأدبر أدبر يعني إيه أخر يعني أدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ليه إيه لأن أحيانا بيبقى فيه كسوف ويحصل لخبطة في الشمس والقمر فالدنيا بينزل فيها سواد بس الشمس ما غربتش فلأ لو حصل هذا السواد والجو عتم وغيم آه فيه شرطين حصلوا الناس يتونهوا بقى يقولك ده فيه ليه لدخل ونهار أدبر بس لسه ما غربتش لأ لسه شرط التالت طب الشمس غربت ولسه فيه نور طب بصوا كده ده الوقت اللي المغرب بيأذن فيه هتسمع المغرب لوقتي بيأذن وشوف الجو عامل ازاي الدنيا نور واضحة هو هادي المغرب بيأذن الله أكبر الله أكبر بالله عليك فين الليل الذي أقبل وفين النهار الذي أدبر آه يا شمس غربت خلاص لكن فين الليل الذي أقبل وفين النهار الذي أدبر هو ده النهار لأدبر لسه نور واضحة ايه نهار لسه لسه النهار لم يدبر بعد وحتى وقت الإقامة بيقيم الصلاة هو ولزال النهار موجود لم يدبر ولم يقبل الليل آه الشمس غربت أول شرط تحقق لكن لسه الشرطين وخلي بالكم ده الحديث ده أكبر دليل إنه مش غروب الشمس لأنه لو كان غروب الشمس كان قال ببساطة إذا غربت الشمس فليفطر الصائم ما كانش يحط ثلاث إحداثيات يعني هو أكبر دليل أصلا إنه هو زي ما الآية بتقول الغريب يا جماعة ربنا بيقول تلك حدود الله فلا تقربوها للدرجات دي الناس بتستهين بكتاب الإله يعني بيقولك هو ثم أتم الصيام إلى الليل تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى أنا هقف على الحد وغرب منه وغرب منه وغرب منه ولا استنى شوية وبالتالي نص الحديث ده أكبر دليل إنه مش غروب الشمس لأن الصيام بيبدأ مش من الفجر على فكرة أنتو مشكلتكم أنتو بتتبعوا من غير ما تفكروا الصيام بيبدأ مع أول ضوء نور وبينتهي مع آخر ضوء نور ملوش علاقة خالص بأذان الفجر ولا أذان المغرب بص الحديث ده كده حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره من سحوره يعني فإنه يؤذن أو ينادي بليل لينبه نائمكم وكذا كذا فبيقول الرسول مش لما بلال يؤذن توقف السحور بتاعك لأنه بيؤذن بليل حلو كده شوف كمان الحديث ده حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك العريض القفى إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار حتى بيقال عدي بن حاتم لما الآيات نزلت أم رابط خيطين كده وقاعد يستنى عشان يشوفهم وبعد ما الفجر يقذ مش عارف يشوفهم فرح الرسول يحكيله فالرسول ابتسم وضحك حتى بانت نواجده وقال بل هو بياض النهار وسواد الليل يعني أول ما يبدأ النهار يبدأ يطلع في السماء ويبان يظهر كده ده اسمه الفجر هنا توقف الصيام بتاعك فإحنا احتياطي علشان لا نقرب هذه الحدود فبنفطر أو بنمسك قبلها بشوية ده احتياطي معايا لكن اللي بيحصل بقى المبالغات إن تلاقي واحد يا حرام هياكل ولا هيشرب ولا لسه وفي فجر بيأذن يقوم وقفينه ووقف ولازم هو فيه إيه ده يا سي دي سي براجل يتكلم أنت ممكن لغاية ما بعد ما الفجر يأذن وعشر وعشرين ديئة كمان لسه دون ما طلعش فبيبنعوا الناس بصورة وبالتالي ابقى عارف إن انت بتعملها علشان تبعد عن الحد لكن ما تعملش الرعب ده وتبقى عايش في الحالة دي طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هو غروب الشمس ليل ولا نهار قبل لأن فيه ناس كتير اتكلموا في الحد دي وكلهم للأسف بيعتمدوا على أشياء بشرية يعني فيه حد بعيدت لي مرة بيقول لي يا دكتور في علماء كبار قالوا إن شفتوا جاب مثلا النتيجة بتاعت المساجد فيها الساعة اتناشر اللي هي الظهر أو أصد الليلة يعني بداية الليل المغرب وإن مع أذن المغرب الساعة الليلة اتناشر الليلة صفرين يعني بداية اليوم بداية الليلة صفرين هي بداية اليوم ثم الساعة واحدة ونص معد العيشة وتبدأ الساعة تبدأ من المغرب وبيقيم وبيقول خلاص أهو يا جماعة ركزوا معي الحتة دي هقولها بس شان اللي ما يعرفش في حاجة اسمها تقويم زوالي وفي حاجة اسمها تقويم غروبي يعني إيه في ناس لما تم اختراع الساعات قالوا احنا عايزين ندي للساعة رقم هنعمل إيه ففي ناس قامت قيلة أول ما الشمس تبدأ تزول وتبعد عن المنتصف السماء هنسمي الساعة دي اتناشر فاتناشر الظهر هو أول بداية زوال الشمس وتبدأ ساعة تعدوا واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية اتناشر بالليل منتصف الليل بيبدأ بداية الليل فاعتبروا الليل من اتناشر بالليل لتوقيت بشري عادي خلاص كده التوقيت ده بيعتبر اتناشر بالليل هو بداية الليلة الجديدة وبتعد الساعة دخول يوم جديد وفي ناس تانية قالوا لأ احنا هنعتبر اول ما المغرب يدن بداية الليل هم اللي قالوا كده خلاص وخلوا اذان المغرب الساعة 12 فالعيشة واحدة ونص خلاص المشكلة بقى العالم كله اتبعت تقويم الزوالي ولم يتبع التقويم الغروبي ليه لان كل شوية بيتغير فالناس كانت كل شوية بتزبط ساعتها كل شوية تزبط ساعة 12 فانت لو ظبطت النهاردة على المغرب 12 بعد 4-5-6 ايام 12 في ساعتك مش هتكون الـ 12 بتاع المغرب فهتحتاج كل 5-6-7 ايام تزبط الساعة كل 5-6-7 ايام تزبط الساعة على الساعة 12 فالناس تركوا التقويم الغروبي وثبتوا التقويم الزوالي لانه دقيق وتبقى الساعة 12 بالزبط بتاعة الشمس فيه فمالوش علاقة بغروب الشمس ولا معدها ده اجتهاد بشري هم اللي عملوه هتحط فيه تشريع الديني ليه ما ترجع لكتاب ربك تشوف ربنا بيسمي الغروب ايه في الكتاب بص يا باشا هو موقيت الصلاة اللي ربنا قالها في القرآن هي ايه اقم الصلاة طرفي الايه النهار يعني الفجر ربنا مسميه طرف النهار الاولاني والمغرب ربنا مسميه طرف النهار يبقى دلل الهك مسمي صلاة المغرب اللي طرف النهار يبقى اخر النهار حتى احنا بالعمل نسميه اخر النهار يبقى الليل ازاي يبقى انت لما تفطر مع المغرب انت بتفطر اخر النهار مش في الليل بنص الفاظ الكتاب اقم الصلاة طرفين النهار فانت فطر في النهار لسه النهار في الطرف الاخير بتاعه لغاية من النهاري ده يختفي بياخد له تلت ساعة خمسة وعشرين دقيقة نص ساعة اللي عاوز يحتاط ساعة لربع يبقى انت خلاص بدأ الليل يعني حد بعتلي على الاسناب نزله لكم من فترة كده حد بعتلي على الاسناب بيقول لي يا دكتور هو انت مأخر الفطار بتاعك ليه فقالتونا مش مأخر الفطار انا اعجل الفطار ايه بتعجل اه با اعجل بس لما ليه يدخل اول ما الليل يدخل لو بعد نص ساعة من اذان المغرب بفتر ده التعجيل مش افهم بقى بحديث نبوي ان اعجل الفطار او هم بسرعة اعجلوا بان اضرب الصيام كله بتاعي او اخذ حتة من النهار وبالتالي انتبه حتى كمان كلمة تعجيل محتاجة دماغ شوية وركزوا فيها كويس لو النهار ده واحدة حامل وانا قلتلكم ده هي عجلت في الخلفة يلا بتكلم في دقائق ولا بتكلم في ايام ده ممكن اتكلم في اسبوع يعني يا بدل ما تعد تسع شهور خلق تسع شهور حمل وولدت في شهر التامن فكده اسمها عجلت شهر كامل تلاتين يوم واسمها عجلت مش دقائق فاليوم 24 ساعة فتعجيل الصيام معناها انك انت تفطر في الساعة الاولانية مش في الدقائق انك لما تفطر في اول ساعة من الليل ده تعجيل الصيام تعجيل الفطار اول ساعة كلها تفطر بقى بعد ربع ساعة نص ساعة بعد ما اللي يدخل ده اسمه تعجيل الصيام الفطار انك كان فيه ناس بيأخروه جدا 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 معا يمكن فيه ناس على فكرة سألوا على الدول المغرب فيهم او الصيام فيهم وقت طويل انا بصراحة لسه مبحثش فيها انا حاس ان فيها انة مش مزبوطة فلازلت لم ابحث فيها بعد لو بحث في معلومة وصلي وربنا هداني معلومات فيها ساعتها ممكن اتكلم فيها فانا بتكلم على الشرق الاوسط دلوقتي التوقيت الشرق الاوسط اللي بيحصل فيه اللي هو اليوم متوازن مش الناس اللي فيها دول بيصوموا 22 ساعة انا حاس ان فيه انة فلسه هبحث في الموضوع ده فكان بعض الناس في الديانات السابقة اللي حصل فيها ايام عهد الرسول قبل ما الايات تنزل كانوا بيفضلوا مسكين صيامهم لغاية بعد المغرب وبعد العيشها بساعتين تلاتة كمان لا كانوا اوفر قوي فالدين حث عنه يعجل يعجل يعني ايه اول ما الليل يدخل مش لسه النهار موجود يصوم خلاص كده وبالتالي انت كده بتعجل يعني اول ما الليل يدخل هو بعد تقريبا 25 دقيقة نص ساعة من الاذان انت كده اسمك بتعجل الفطور لكن اللي بيصوم مع اذان المغرب هو كده بيصوم في النهار في طرف النهار بنص القرآن حتى هديك مثال كمان ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب خلاص كده قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فركز معاي بقى الله سبح و تعالى لما وصف التسبيح في آية تانية ام قال ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار برضو اطراف النهار وبالتالي قبل ما الشمس تطلع ده طرف النهار والغروب بيحصل في طرف النهار الأخير وبعد كده بيبدأ النهار يتلاشى 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 لغاية ما يدخل الليل شوف الصورة دي الصورة دي أنا مسورها بعد تلاتين دقيقة بالزبط من غروب الشمس آه كده ليلة هو فكده تبقى انت بتفطر وانت داخل في الليل يبقى انت أتميت الصيام إلى الليل وإلى معناها الدخول فيه مش على الطرف كده اسمك ان انت أتميت الصيام إلى الليل عاوز تحتاط كمان كمان عشر دقايق عادي وما تبعدش تبالغ بقى ان فيه ناس تبعد تبالغ بقى ولازم ما استنى ما توسوسش المهم من الدين ضلمت بقى فيه ضلام مش لازم اما يكون خلاص بقى ما عادش فيه نقطة بيضة في السماء لأ ضلام بقى بقى الضلمة يعني السواد هو الأغلب من البيض خلاص بقى اسمه ليل ساعتها ممكن تفطر يبقى انت أتميت الصيام إلى الليل تفهم تقصده؟ وبرضو ما حدش يرعبك ولا يخوفك ان لأ اللي بيعود يخوفه وقالوا الناس لو انت تأخرتي بأنت بتعمل كذا وبيرعبوا الناس وحطوا لهم عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان ركزوا في الحديث ده كده من الواضح أنا مش عارف يعني لا يتدبروا ولا ايه هدفهم الله أعلم بص الحديث ده كده حدثنا إبراهيم بن حمزة عن 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 أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين عادي يعني ما لهمش مصيبة ولازم عند المغرب ولو اتأخرت تروح في ستين دهية لا تواصلوا وحتى رحمة اللي في حديث حتى نص تاني لسيدة عائشة قال رحمة بهم لا تواصلوا فحتى سألوه إنك تواصل قال فيه طعمني طعمني وساق يسقيني دي أحد الروايات وفيه رواية تانية إنما أبيته طعمني ربي ويسقيني في رواية تانية إن أنا زي ما قلت لكم بكده هو الرسول يعلم كيف يشحن صح من الإله فبيسقى ويطعم فبالتالي كان بيواصل ما هيش مشكلة يعني ما حدش يرعبك ولا يخوفك وبالتالي احنا متكلم عشان أنا عايزك تاخد أحسن فايدة ومش معاك أناك هتترعب لو عملتك غلط لا بس أنا عايزك تاخد أحسن فايدة إنت مكنش واخي بالك وما كونتش تعرف وإنا بيينتلك هو وإنت بتشغل عالك وتفكر وحتى يمكن على الوصال زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت حصل موقف كده يعني يعتبر شبه كوميدي بص الحديث ده كده حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا عن عن أبا هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما يعني يومين كده ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا هذا حديث بخاري على فكرة يعني قال لهم لا تواصلوا مش هينفع تبقوا زي أنا بعرف أشحن وأخد الطعام والسقية من الله مباشرة فمردوش وده معنى أنه ما كانش نهي للتحريم ولا الغلط يعني هو خايف عليهم فالناس قال لك لأ إحنا قدها طب يلا سابهم يوم وفضلهم وصلين سابهم التاني فالهلال طلع بتاع العيد ورمضان خلص قال لهم لو كان هلال يتأخر كنت أكمل معاكم وهنشوف عادي إيه المشكلة يعني فما حدش يرعبك ولا حد يخوفك ويمكن حتى الآية كمان عشان برضو الناس تفهم كلمة التعجيل لأنه برضو بيتاخد النص أنا مش عايف بيتاخد بطريقة لناس الشيطان يخش بقى يخلي الناس ياخدوا النص ده عشان تنسف آيات في القرآن يبقى ربنا قال إلى الليل وقال تلك حدود الله فلا تقربوها ما تقربش منها ابعد شوية لا لا انسف آيات ربنا خليه يمسيكوا الحديث ده وفهموه اللي بيعجل ربنا يحبه عجل بقى انسف بقى خش على النهار ايه ده حتى كمان في قصة شهيرة جدا بصوا الحديث ده أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال أعندك طعام قالت لا ولكن أطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فقالت خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشية يعني أغمع لي يعني فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني واحد كان زمان في التحريفات اللي حصلت كان عندهم عرف كده إن لو جاء معادة الفطار ما افطرش وراح عليه ما يكلش تاني ويفضل مكمل لغاية الفجر ويفضل طول اليوم اللي بعدين مكمل لغاية معادة الفطار التاني فهذا الصحابي عمل كده يعني راح عشان يفطر ما لقاش أكل فمرة قلت له هطلبلك فنام عينه غلابيته كان مجهد في العمل بتاعه فراح نايم فصحي بعد معادة الفطار مرضاش يأكل لا بيتابع النظام القديم حالو كده وفضل مكمل لغاية ما جاء الفجر والصبح وفضل شغال جاء الظهر أغمى عليه فنزلت الآية إن ربنا قال كولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلما كانوا طول بيقول عجلوا بقى إن في ناس كما عاديين يأخروا ويأخروا عجلوا الفطر وآخروا الصحور علشان تعرف تستفيد ومش معي إنك تعجل تاني إنك تدخل على النهار تعجل يعني في أول الليل اللي هو بيبدأ تقريبا بعد خمسة وعشرين أو نص ساعة من أذانل من غروب الشمس وكان ببساطة جدا الله ممكن يقول صوموا عند شروق الشمس وأفطروا عند غروب الشمس ده كونوا ما قالهاش معناه إن هي مش كده أصلا وحتى الحديث النبوي مش كده طب أقول لكم وفاجأة بقى عارفين موطق مالك اللي كان بيقال في موطق مالك لا يفتى ومالكم في المدينة والإمام الشافعي قال ما تحت قديم السماء أصحى أنا مش عايفة كل شوية كده حد دي يمسك كتاب ويسميه أصحى أصحى الكتب فالإمام الشافعي قال على موطق مالك مع إني أختلف مع هذه المسميات بس أنا بقولها اللي بيتبعوا الكلام بتاع العلماء إن الإمام الشافعي مادح مدح كبير في موطق مالك ما تحت قديم السماء أصح من موطق مالك شوف موطق مالك كده أول كتاب تم فيه تجميع الأحاديث كتاب بقى محطوط ووطق بتجميع الأحاديث وحدثني عن مالك عن 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 أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطران ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان دا كلام الإمام مالك أقرب شخص للرسول جمع الأحاديث سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان بيستنوا لما السواد ينزل لو زي ما اتفقنا كده 25 دقيقة نص ساعة بعد غروب الشمس ويصلي المغرب ثم يفطرى وذلك في رمضان طبعا زي ما قلتلكم الملخصات اللي انتوا تدرسوا منها دي ما حدش بيحط الكلام دا هو بيختاروا اللي يتماشى مع فكرهم مش بيتبينوا يبحث ويا رب يتماشى مع الكتاب كتاب ربنا لأ هو بيبص المتوارث من الآباء والأجداد ايه وبيطلع الأحاديث اللي تتماشى معاه تخيل بقى مش بيبص كتاب ربنا بيقول ايه وبيطلع الأحاديث اللي ماشى معاه فربنا يسمحهم وبالتالي دا كمان بيؤكد ان مع دخول الليل شوف بقى اللي قلتلك ربنا في القرآن قال على الليل ايه اقم الصلاة طرفين نهار فالفجر والمغرب طرفين نهار وتكلم الى الليل والى الكهف والى الظل يعني معنا الدخول فيه فأتم الصيامة الى الليل يعني تدخل في الليل في السواد بتاعه تلت ساعة زي ما اتفقنا 25 دقيقة الى نص ساعة وبعد كده التوضيحات دي كلها يوم ايه اللي يحصل بقى يوم مسكين في الحديث اللي بيطلعوا فيه كتير وبرضو بيصدروا وزي ما اتفقنا والله العظيم هم ناقلين بينقلوا قال فلان قال فلان لم يبحث منهم وانا حتى لما ربنا امرنا يعني بصوا ربنا قال لنا ان جاءكم فاسقوا من نبئن فتبينوا وخلي بالكم كلمة فاسق دي مش حكم يعني ان انا واحد فاسق فالفاسق ده لو جيب نبأ اتبين ولو واحد مش فاسق ما تبينش زي ما بعض الناس بيقولوا ده ربنا سمى الصحابي اللي قال الجملة دي فاسق احد الصحابة سيدنا محمد ارسله الى قوم يدعوهم الى الاسلام فالصحابي رايح لهم فالناس طلع بالسيوف ترحب بيه واي واهلا بيك فشافهم من بعيد جايين بسيوف رجع بسرعة قالوا يا رسول الله ده كانوا جايين يحربوني وهيموتوني فكان هيحصل حرب فربنا سمى هذا الشخص فاسق وهو صحابي كان رايح يعلمهم الدين ليه اللي بيروح ينقل اخبار عن ناس هو فاسق لان ربنا نهى عن انك تعطني الاخبار عن حد خلاص كده بغض النظر بقى فلما حد يجي لك ربنا قال لنا في امر تانية منفصلة تبينه تبينه فحد جاي بيحكي لك كلام عن الرسول تاخده كده من غير ما تنفذ الامر القرآني فتبينه للدرجات دي بقى اكتاب ربنا هين عندكو للدرجات دي ما عادش له قيمة للدرجات دي بتتمسكه بكلام بشر اشد من التمسك بكتاب رب البشر بصوا الحديث ده والحديث ده في البخاري على فكرة وناس كتير بيمسكوه وبينسفوا بقى الايات كل اللي اتكلمنا فيه ده بالحديث ده حدثنا اسحاق الوسطي حدثنا حدثنا عن عبد الله ابن ابي اوفى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس ركز في النص فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا قال ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم فبيقوله أهو أهو شفته الرسول القرس الشمس راح والصحابي بيقوله رسول الله الدنيا نهار فيقوله اعم اجدح لنا عشان اشرب يا رسول الله ان عليك نهار فاجدح لنا وامشارب والنهار طالع خلاص طبعا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت عشان كده بكرر اسمع الحلقات اللي فاتت ينفع حديث لعبد الله بن أبي أوفى حديث يعني أحد تنسف بيه كل الكلام ده وكل كلام ربنا وكل اللي جاي بيتوافق مع الكتاب عشان حديث أحد يعني واحد اللي لقيله او اتنين او تلاتة اسمهم أحد لو كان الموضوع ده بجد كانت هتلاقيه متواتر وصحابة كتير بيقولوه فهمت تقصد ايه بيني وبينكو الحديث خلاني في حاجة غريبة في حاجة مش مزبوطة فقلتها تبين فالتبين طلع لي التالي طلع لي ان الحديث ده بتلات نصوص عكس بعض التلاتة يعني كل نص فيهم مختلف تماما عن الآخر والتلاتة في البخاري التلات نصوص عكس بعض هكرر التلات نصوص عكس بعض والتلاتة في البخاري زي ما قلتلكم قبل كده فعلا الكتاب اللي ربنا انزله لا ريب فيه وربنا قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالاختلاف في كتاب جمع وبشر بص الحديث ده كده والحديث رقم الف تسعمائية وخمسين اللي عايز تأكد حدثنا احمد بن يونس حدثنا او بكر عن سليمان عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسا هكرره فصام حتى امسا فقال لرجل انزل فاجدح لنا قال لو انتظرت حتى تمسي يعني تستنى كمان اكتر قال انزل فاجدح لي مش لنا ناسف انزل فاجدح لي اذا رأيت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم يلا سيدي نصه في صحيح البخاري متوافق مع كلام الله فلما امسا وقال له بالنص لما الليل يدخل هنا فقد افطر الصائم والصحابي كان عاوز يزود اكتر ام زي ما انتفقنا كانوا عاوزين زي ما قلتوا قبل كده كانوا بيستنوا للمساء لبعد العيشة بساعتين كمان او لثلاتة فعاوزوا يستنى اكتر فلما امسا وقال له الليل لا في شمس ولا في غروب والنص ما شاء الله متوافق مع الكتاب او النص التاني هفكرك بيه فلما غابت الشمس الله فلما غابت الشمس وان عليك نهارا كأن كأن الضف في حتتين دول عايزين بقى احنا قلنا الشمس بيلعب ربنا قال الليل طب نلعب ونخليها غروب عشان نعكس فاضافت حتت فلما غابت الشمس وحتت فإن عليك نهارا طب خد المفاجأة بقى النص التالت بص كده الحديث رقم 1941 برضو عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس الشمس طلع الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فاجدح لي فشرب ثم رمي بيده هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم يعني عارف والشمس طلع بس بدأ الليل يقرب من هنا افطر تخيل بيقول له الشمس يا رسول الله الشمس قال له بص مش الليل جاي من هناك هو طالما بدأ يقبل افطر يلا سيدي ثلاث نصوص عكس بعض اول نص الشمس طلع والصحابي بيقول له رسول الله الشمس هيقول له لأ ده اول مطرف الليل بس مش الليل داخل من هناك اهو اقبل من هناك اهو يبقى تفطر اذا رخم واحد واول نص النص التاني الشمس غربت بس لسه النهار طالع منور فبيقول له رسول الله النهار النهار فقال له لما الليل يدخل تفطر النص التالت اللي هو المتوافق مع الكتاب القرآن ما فيش في غروب ولا في شمس ولا في نهار فلما امس بسكتاني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امس قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي ان هيزود بقى ما هو امس اصلا فهيزود في المساء كمان قال انزل فاجدح لي قال اذا رأيت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائر بالله عليكم بقى لما يكون تلات نصوص نص مخالف لكل العرف والمنطق الشمس طلع ونص متوافق مع المتوارث من الاباء والاجداد ونص متوافق مع كتاب الله هتختار انهي نص فكر عشان تعرف وتبطل تاخد دينك سماع تلاقي ناس بعينه سيرش تك 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 اه قلع علماء كذا كذا اهو ينجيب لك النص اللي ماشي مع مزاجه مش اللي ماشي مع كتاب الله النص اللي ماشي مع الموروث مع المجتمع بيعمل ايه مش اللي ماشي مع كتاب الله ومستغربين بقى الامة حالها بيقع وبيتدمر وبينهار ازاي ومعليش انا اسف ومستغرب انت ليه حياتك ملخبطة وما عندكش رزق ومش عايف تعيش تعيد وش عايف نفسك بتعمل الصح قدين خلصلكم موضوع ثم اتم الصيامة الى الليل وانا تعمت اسبكوا تفكروا الفترة اللي فاتت وتتبينوا وانا قلتلكوا التبينهم بتاعي اهو وبرضو فكر يمكن يكون مخطئ وشغل عقلك واستفتي قلبك وينقفتاك الناس وقفتوك السؤال اللي بعد كده دكتور انا اذكر اني قرأت مرة عن دكتورة اجنبية اعتنقت الاسلام وكانت مقتنعة بكل تعاليمه لكنها وبحكم شغفها بالتحليلات الطبية كان عندها اشارة استفهام حول موضوع مشروعية عدم صيام الحائض وقامت ببحث بخصوص ذلك فاكتشفت ان الحائض تصاب بضرر كبير لو لم تشرب كميات مياه معينة بفترات متقاربة الشاهد ان ايمانها ازدادة يقينا بصوا عايز اقولكوا حتة في الحتة دي ويعني تقبلوها مني بسعادة الرحمن لا تثقوا في الابحاث العلمية بهذه الصورة التي تقدسها قدسية غريبة والله العظيم لو انتو بتقروا المجلات العلمية والابحاث العلمية لها تلاقي في معظم المواضيع في العالم البحث وعكسه البحث مطلع على نتيجتين واحد مطلع على نتيجة والتاني مطلع على نتيجة تانية وبيخدم الافكار في الغالب بتاعت اللي بيعمل للبحث يعني مثلا هاديكم مثال بسيط بعض الناس يقولك لا ده بود القبل وبود القبل مفيد وفيه ابحاث معمولة على فايدة بود القبل انا والله العظيم شفت ابحاث عند الهنود معمولة عن بود البقر يعني هما بيعود البقرة وبيشور البول بتاعها وعملين ابحاث فامريكا في دول قوي جدا اثبتت ان بول بقر مفيد وبيعمل صحة وحاجات جميلة جدا كده حلو قوي يعني وانك تحط بقى الرواث بتاعها على جسمك مفيد للجلد ومفيد لكل حاجات ابحاث فانسحت الابحاث دي خلاص مش عايزين ناخد الكلام عن ربنا بالابحاث لانه ممكن تغلط الابحاث مجهود بشري وقالوكوا حتة كمان كده لو جبت سم تعبان دخلتوا معمل هتطلع منه حاجة مفيدة فقالك مستخلصا من سم تعبان شوف سم تعبان لو جبت انديل البحر اللي هو فيه سم اللي بيموت ده من اعلى بيقولك اعلى سم في العالم انديل البحر في الغالب حسب معلومات اللي عندي لو طلعتوا وحللتوا هتطلع منه مادة مفيدة برضو فانسى برضو انسى بس حيط الابحاث دي عشان ما تدخلناش في دوامة ثانيا مين قال انها عملت ابحاث على ناس صاموا مش امسكوا حتفقنا بقى انت كنت قليلا تمسك موقف اكل وشرب هتتعب طبعا على فكرة والله العظيم انا شفت ابحاث ان الصيام نفسه مضر وشفت ابحاث ان الصيام مفيد وشفت ابحاث انه ميت زمزم مفيدة جدا ميت زمزم وشفت ابحاث انه ميت زمزم مضر للكلة اللي اتنين فانسى الابحاث شان ما ندخلش في دوامة يعني وبالتالي من المؤكد ان من يصوم يعني بياخد الطاقة الرهيبة انتو لسه فاكرين لسه بتتكلموا بالعقل اللواعي ان الصيام معناه ايقاف اكل وشرب الصيام معناه غذاء اعلى من الاكل والشرب سماوي طازة لا فيه هرمونات ولا فيه تلوث ولا فيه لخبطة فما تجيش تقول لي بقى انه هو افيد اللي بيقعد يتكلم ويقولك الصيام مضر وصيام كذا هو بيكلم عن الامساك الصيام بالمعنى المتوارث الغلط الامساك مش الصيام بالمعنى اللي شرحناه في الحلقة اللي فاتت فرجعوا حساباتكو وعايز اقول لكم حتة مهمة هنا كمان لو انا قلت النهاردة اه انا رايح اقضي حكتي معناها ايه انا رايح اقضي حكتي معناها ايه انا رايح اؤدي التباول اتبرز طيب فاذا قضيتم مناسككم في الحج معناها ايه يعني فاذا قديتم وخلصتم طيب فاذا قضية الصلاة فانتشروا في الارض معناها ايه يعني لما تؤدي وتخلص فكلمة قضاء في كتاب الله معناها الاداء تم تحريف كلمة قضاء وخلو معناها بعدين بقدرة قادر حلو كده يعني فاذا قضيتهم الصلاة بقى معناها فاذا الصلاة قضى الصلاة بقى قضى يعني قضى يعني بعدين فخلوا معنا كلمة قضى أنا هصلي الصلاة قضى يعني بعدين مع أن معناها أصلا قضاء الصلاة يعني صليها لما قولك اخذ الصلاة يعني روح صليها تعالوا بقى نرجع للنص الجميل بتاع السيدة عائشة كنا نؤمر أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة كانوا بيؤمروا أن يقضوا الصيام يعني ينفذوا الصيام يؤدوا ولا نقضي الصلاة أنا مش طاهرة فتم التحريف معنا القضاء وسموه قضاء وتم تأليف بقى وقضاء الصلاة وتم دخول حاجات والله العظيم ما أنزل الله بها من سلطان وأقنعوا الشباب أنك لو بقى لك 4-5 تيام ما صليتش هتقضي الصلاة بأنك تقعد 4-5 تيام صليت ظهر مرتين والعاصر مرتين وحاجات شقت على الأمة وخلت الناس تبقى حشافة أن الصلاة قيلة ولخبطة تحت تحريف معنى القضاء فالقضاء معناه الأداء حالا مش معناه التأخير نهائي حتى في القرآن ربنا قال على الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حتى هي اسمها في الشرع قضاء العدة يعني قضاء العدة يعني أداءها فقضاء الصلاة معناه تصليف معادها قضايتم مناسككم قضاء الصيام معناه تعملوا يبقى كنا نؤمر أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة فهمتوا بقى؟ المفاجأة التانية كالتران ما دخلنا في موضوع الحائد خلينيه بقى أقول لكم مفاجأة جميلة جدا الحديث خلاص أداء هما الحائد زي ما اتفقنا فيهم حديثين بس اللي هما عاملين فيهم كل الكلام ده ووصل لاستنباط بتاعهم إن هما خلوه حرام خلاص تجرؤ على الله سبحانه وتعالى فأول حديث اللي هو حديث سيدة عائشة أهو كنا نؤمر أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة يعني نعمل الصيام والحاجة التانية يمكن بينتلكوا بقى لما تبيننا كمية التضارب والنصوص معاذة وهي وغيرها ومرة ما فيش فيها صيام مرة فيها صيام وكذا نص مختلف ففي حديث برضو الناس مسكين فيه عشان موضوع الحائض وأنا عدت عليه حائلة فاتت بسرعة عشان مش كل حاجة هقعد أقولها يعني بينتلكوا المنهج وإزاي تتدبر وإزاي تتبين في الحديث بتاع السيدة عائشة وتوقعت إن انتوا بقى هتاخدوا بالسيستم وتتبينوا ولكن برضو ها يعمل سيرش أهو ويقوم يطلعوا أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ويأخذ النص ده ويصدروا فانا هعملكه برضو بنفس الطريقة اللي ربنا أمرنا بها أن نتبين بصوا الحديث ده حدثنا سعيد بن أبي مريم معنا عن عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسوله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلة فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار يعني أنا ربنا خلينا شوفكو أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها الحديث ده بقى اللي حكاية خذيني بقى قصة كده أقول لكم اللي حصل بالضبط سيدنا محمد عسى السلام في عيد فطر أو عيد أضحى بعد ما خلص خطبة العيد وبعد ما الناس صلوا خرج مشي راح للنساء فبيكلم النساء بيكلم إيه؟ نساء مش بيكلم رجالة فالنص ده اللي بيقول تصدقنا فإني أريت أريت كنا أو يعني رأيت كنا يعني أكثر أهل النار ليه تكفونا العشير وتكفرنا اللعن وإنتوا نقصات عقل ودين ليه عشان شهادة المرأة وعشان لا بتصومه ولا بتصله خلاص فهي وقعة السؤال المهم هنا بقى بغض النظر على الطريقة اللي شرحتها لكم المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت إنه هو قال لم تصم ولم تصلي يعني بيتكلم عن حاجة خبر يعني هنا مش بيشرع تشريع جديد ولكن لما تتبين أكتر عشان تعرف القصة دي أكيد كان فيها ناس فمن فضل الله قعدت أبحث عشان أعرف مين اللي كان موجود في التوقيت ده في القصة دي وكانت المفاجأة مفاجأة هنعرف هدلوقتي مع بعض بس بصوا كده دي أسماء الناس اللي كانوا موجودين في الواقع دي أبي سعيد الخدري جابر بن عبد الله أبو هريرة حكيم بن حزام ابن مسعود عبد الله بن عمر وزينب زوجة ابن مسعود سبع أشخاص كانوا موجودين في الواقع دي والسبعة حكوا الواقع هكرر سبع أشخاص كانوا موجودين في الواقع والسبعة حكوا الواقع وكل أحدثهم صحيحة في كتب الصحاح السبعة حكوا الواقع اللي إحنا بنتكلم عنها دي اسمع بقى العجب كل واحد حكيها مختلفة تماما عن الآخر اشمعنا بناخد اللي عكس كتاب ربنا أنا مش فاهم وبعدين الرسول كان بيكلم النساء نبدأ باللي قالته النساء زينب زوجة عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود اللي هو بيسمى في كتب التراث ترجمان القرآن وفقيه الأمة ويعني الفقيه العالم خلاص كده طالما كلامه وطلع متوفع القرآن إكس لما نيجع على الحديث بتاعه ولكن خلينا في زوجته وهي بتحكي القصة قالتها ازاي شوف النص كده قدامك أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى كذا كذا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبد الله رجلا خفيفا ذات اليد فقالت سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ عني من الصدقة النفق على زوجي وأيتام في حجري يعني بدل ما هي تتصدق وجزه كان يعني الجزء المادي عنده ضعيف فبدل ما تتصدق على غريب تدي الجزه أولادها يعني نوم أيتام قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فقال لا بل سليه أنت يعني هي بتقول لزوجها يروح يسأله فمن المهابة قال لها لا روح يسأله أنت وعين ما أقف محرك طبعا فقال لها روح يسأله أنت قالت فانطلقت فإذا على الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي اسمها زينب قالت فخرج علينا بلال فقلت له سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ عنا من الصدقة النفق على أزواجنا وأيتام في حجورنا قالت فدخل بلال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب زينب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار تسألاني عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما أيجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ده من وجهة نظر زينب زوجة عبدالله المسعود كانت موجودة في المكان ركز معاي كده أنت متخيل لو الرسول جه وأمطالع أيلهم أن الحائط ما بتصومش كانوا هيعملوا إيه؟ ده تشريع كانت كله هياخدوا وينشروا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على المنبر بيخطب عشان العيد ونزل رايح يقولهم يتصدقوا وبتتكلم عن الصدقة إيه اللي حشر موضوع الصيام والحائط في الموضوع وهتبقوا كذا وتكثرنا اللعن وكلام ده كله إيه اللي حطها؟ معايا فده نص نص زينب لا فيه موضوع الصيام ولا موضوع الحائط ولا جابسرته خالص طيب نشوف نص تاني النص بتاع زوجها بقى عبد الله بن مسعود اللي هو إيه؟ ترجمان القرآن معايا بيسموه كده ترجمان القرآن شوف بقى عبد الله بن مسعود قال إيه؟ أخبرنا الفضل بن حباب حدثنا كذا كذا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار قالت امرأة ليست من علية النساء بما أو لما وشايفين الدقة واضح أنه دقيق أوي يعني حتى قال بما أو لما هو عايز يكون دقيق لأنه عبد الله بن مسعود قال إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير قال عبد الله ما من ناقصات العقل والدين أغلب على الرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء قيل وما نقصان عقلها ودينها قال أما نقصان عقلها فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل وأما نقصان دينها فإنه يأتي على إحداهن كذا وكذا من يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة فين الصيام وشفتوا كان دقيق إزاي بما ولا لما عاوز يقول الكلام بدقة ولا جاب صير تصوم ولا إنها ما تصومش ولا الكلام ده ناقصات عقل ودين لأن هي الشهادة بتاعتها مش داي الراجل وطبعا الكلام ده فيه كلام تاني بعدين نتكلم فيه وإنها بتقعد أيام ما بتصليش حلو كده ولا جاب صير تصوم ولا الموضوع في صوم خالص ده النص بتاع عبد الله بن مسعود طب نشوف نص تاني وحدثنا محمد بن عبد الله كذا كذا عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلاله شوف برضو الدقة عمال يوصف وصف دقيق للي حصله رسول آم ازاي وكان متوكئ ازاي فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين يعني شوف الدقة عمال يوصف خدودها كمان قالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكاه الشكوى يعني وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن وده رأي جابر بن عبد الله أو حكيوا للموقف اللي حصل ولا جاب سيرة ناقصات عقل ودين ولا ما بتصومش وهي حائد ولا الكلام ده كله مذكور في هذا النص شوف الحديث اللي بعد كذا حدثنا أبو عبد الله كذا كذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن ولماذاك يا رسول الله فقال لكثرة العنكن يعني وكفركن العشير قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كن قالت امرأة منهن وما نقصان دينها وعقلها قال شهادة امرأتين من كن بشهادة رجل ونقصان دين كن الحيضة تمكث إحدى كن الثلاثة والأربع لا تصلي وقادي رواية أبو هريرة اللي انتوا عارفين أن عنه أحاديث أن الرسول دعاله بالحفظ وعدم النسيان ولا لعلقة بالصيام ولا قال الحيضة معها الصيام نهائي يتكلم أن الحيضة ما بتصليش بس حديث البعض كده أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى عن 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 حكيم بن حزام قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم فوعظهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وقال إن من كن من تدخل الجنة وجمع بين أصابعه ومن كن حطب جهنم وفرق بين أصابعه فقالت الماردية أو المرادية ولماذاك يا رسول الله قال تكفرنا العشير وتكفرنا اللعن وتسوفنا الخير هنا بقى حديث حكيم بن حزام بالنسبة لي الأكثر منطقية لأن بصوا كان الرسول بيكلم النساء فالرجالة مش مركزين فتكثرنا العشير وتخشوا النار فتوهم عليهم من وجهة نظري إن الكلام هنا منطقي ومتوازن من كن من تدخل الجنة وقرى بين أصابعه يعني معناه كان بيبص عليه وشايف الرسول بيقول إيه ساعتها وبيتكلم وشاف عمل إيه بقديه من كن من يدخل الجنة ومن كن أكثر حطب جهنم وفرق بين أصابعه فلما سألت ليه يعني أكثر حطب جهنم ليه أم أيد الأسباب وده بيبين لك بقى لما تسمع القصة من أكثر من شخص تقدر تعرف إيه اللي حصل فيها بالزبط بما لا يخالف القرآن الكريم وبما لا يخالف المنطق لأن ما فيش حاجة اسمها أكثر أهل النار بالجنس كده ربنا بيعملش الناس بالجنس من النساء بيتكلم على أفعال المنافقون في الدركة الأسفة من النار ماشي رجالة وستات فهنا الحديث بقى متوازنه أنه بيقول منكم لا يخش الجنة ومنكم حطب جهنم ومأيد الأسباب الرواية اللي بعد كده حدثنا محمد بن روم حدثنا يعني عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكفرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قالت تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين يلا سيدي أدى الرواية من كل واحد فيهم سبع أشخاص رأوا الرواية خمسة ملهاش علاقة نهائي ولا جاب سيرة الصيام واتنين جابوا الصيام حلو كده المفاجأة بقى إن أبو سعيد الخدري كل الروايات اللي فاتت دي البخاري لم يعتبرها صحيحة وما حطهاش في الكتاب بتاعه وحط بس رواية أبو سعيد الخدري رواية أبو سعيد الخدري الإمام مسلم ما اعتبرهاش صحيحة وما حطهاش وحط رواية عبد الله بن عمر وبالتالي دي اجتهادات بشر ينفع بقى واحد بيجتهد واعتبر دي صحيحة اللي فيها الحائد والتاني اعتبرها غلط وعالم تاني اعتبر كذا والسبعة بيحكوا القصة والسبعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح ولكن واحد منهم قال لا دي مش صحيحة وشالها من كتابه التاني اعتبرها صحيحة وطه في الكتاب بتاعه وهكذا رجعوا معاي بقى السبع أشخاص خمسة من الصحابة اللي حضروا الوقع كان كلامهم موافق لكتاب الله في الصيام وما قالوش نهاية اي كلام عن ان الحائد بتفطر في رمضان واثنين منهم كلامهم مخالف لكتاب الله الخمسة اللي كلامهم موافق لكتاب الله زينب زوجة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود نفسه ترجمان القرآن وابو هريرة وحكيم بن حزام وجابر بن عبد الله واثنين كلامهم مخالف لكتاب الله ابو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر المفاجأة بقى ان البخاري اعتبر رواية عبد الله بن عمر غير صحيحة ولم يضمنها في صحيحه ومسلم اعتبر رواية ابو سعيد الخدري غير صحيحة ولم يضمنها في صحيحه يعني الروايتين اللي هما مخالفين لكتاب الله محطوط واحدة منهم في كتاب البخاري وتلميذه مسلم ما اعتبرهاش صحيحة والرواية التانية محطوطة في كتاب مسلم او في صحيح مسلم واستاذه ما اعتبرهاش صحيحة ينفع بقى ينفع بقى ناخد الروايتين اللي فيهم الخلاف دول واللخبطة دول وتنسف بيهم كلام من كلام الله تبين حديثة كثيرة قال ابن الجوزي أن هذا حديث لا يعرف وقال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث وقال غيرهما إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه والواقع أنه لا معنى له مطلقا لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات فأي ذنب لهن في ذلك حتى يوصفنا بهذا الوصف الظالم ده مش رأي ده رأي العلماء القدام اللي انت مش هتسمع الرأي ده للناس اللي بيؤيدوا الأحاديث دي وبيروجوها اللي هم عنديهم ملخصات زي ما اتفقنا فبالتالي انتبه وما تاخدش دينك تاني من ملخصات بشر ارجع لكتاب ربك تقدر تعرف الصحة من الغلط لكي لا تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا السؤال اللي بعد كده أنا الحلقة صدمتني بس حضرتك احنا مش متخصصين لغة عربية ولا أحاديث ولا فقه ليه حضرتك ما تكلمتش في مسألة الحدي مثلا مع شيخ أزهاري متفتح يمكن توصلوا للحق أنا متلخبطة بصوا هلوكو حاجة مهمة قوي يا ما اتكلمنا مع ناس كتير بحبش أقول أسماء ولكن لما الواحد يلاقي أنك اللي أنت بتتكلم معاه هو حافظ يعني يقولك قال فلان وقال فلان أنت مين أنت طب أنت تأكد طب هم قالوا خلاص هم دوروا فيه ناس عايشين كده تعمل إيه بقى لما تكون بتتكلم وتسأل ولو سألتوهم يعني أنتوا حتى جربوا روحوا كده خلوا يشوف الحلقة وشوفها هيقولك إيه وبالتالي دورنا أن احنا نبين ونوضح وأنا بينتلك والله العلي العظيم أنا مستعد يعني أقسم أن ما في حد جمع الرواية دي والقصة دي بالتجميع دي عشان نشوفها كاملة بالمنظر ده ويتبين بالصورة دي وقد تكون مفاجأة لكل اللي درس في كل الهيئات والجامعات الدينية أن النص ده والرواية دي من سبع أشخاص كلها مختلفة مرة حط فيها نقصات عقل مرة ما فيش صلاة مرة في صلاة مرة ما فيش صيام مرة أكثر أهل النار مرة متوازنة لأن بشر اللي بيحكوا وطنع بشر اللي بيحكوا فهتلاقي فيه اختلافا كثيرا فتسيب كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتروح لروايات ممكن حد يبقى غلطان أنتوا عارفين أبو سعيد الخضري عبد الله بن عمر لما قالوا الروايتين دول كانوا أقل من عشرين سنة كان عمرهم أقل من عشرين سنة فيهم واحد كان ستتاشر سنة تقريبا أو حاجة زي كده لما قالها والبخاري نفسه اللي جمع الكتاب كان عنده ستتاشر سنة لما بدأ الكتاب مسلم كان عنده وربعتاشر سنة يعني ممكن يغلط غلطة الأمة كلها تمشي وراه وسايب كتاب ربك عشان كده مهم تبقى واعي بعض الناس ممكن يقول وإحنا كده هنضرب بالعلماء ومعرفش مين بص فيهم قيامة في جنة في نار فلازم تكون بتفكر اوعى تاخد ملخص حد لو أنت واعي أن الدكتور بتاعك في الجامعة عاملك اختبار هتسيب المنهج بتاعه وتاخد ملخصات ناس ونايم ومستني هما يلخصو لك دي المصيبة اللي حصلت في الدين كل إنسان مطالب إنك قبل ما تعمل الحاجة تفكر فيها لأنه عند ربنا مفيش حاجة يسمعها هما اللي قالوا لي بكرر تاني يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل يوم القيامة هيبقى واقف واحد انت ليك وتبتعبد النار إيه ده هي النار مش إله ده العلماء وأجمع العلماء في الديانة بتاعته ما هو شايفهم علماء على فكرة هو أنت متخيل أن لدي عبد النار مش متأكد أن علماء بحثوا وتأكدوا وهم العلماء اللي ما بيغلطوش ولا اللي بيعبد البقرة مش متأكد أن علماء أجمعوا على هذا كل أمة بتتبع اللي بيتكلموا فيها علماء كل أمة اللي بيشغل عقله بقى وبيتبين هو اللي يستحق وهو ده الجهاد بطل كسل ده الجهاد الحقيقي والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ساعتها يعيش الجنة بجد وهيستحق يعيش الجنة ومخه هينضف وما عدش حد هيعرف يوجه له تفكيره بما يخالف كتاب الله السؤال اللي بعد كده دم الحائد ناجس يا دكتور فكيف نصوم وهناك دم ناجس يخرج بحب الأسئلة الجميلة دي فعشان كده هسأل سؤال من الذي قال أنا دم الحائد ناجس يلا عنفتي احنا قلنا في الكتاب أن ربنا قال إنما المشركون ناجس لم يذكر الله نهائي أن الدم ناجس خلاص كده وهدي مثال تاني أيهما أكثر نجاسة الدم أم البول ينفع بقى ما صومش عشان بيخرج من جسم بول ما صومش فيه إيه وبالتالي ما نعودش منطق الموضوع الموضوع بالطريقة دي فالإنسان اللي بيصوم ممكن يكون بيدخل الحمام بيعمل إخراج تبرز بيعمل تبول إيه المشكلة ممكن يكون حتى عريان مش داي الصلاة خالص الصلاة هي اللي شرطها الطهارة حتى ربنا قال وإن كنتوا بجنوبا فاتطهروا فكل إنسان ما عملش الطهارة ما ينفعش يصلي بسبب الآية دي وربنا بيضحها بقى كان متبول كان متبرز كان على جنابة كانت حائط كانت نفساء كل دول يدخلوا تحت نطاق الآية دي وإن كنتوا بجنوبا فاتطهروا وحتى ربنا قال كمانه ولا تقربهن حتى اطهرن يبقى هم إذن لسه ما وصلوش للطهارة فبالتالي مش هينفع يصلي عشان كده حديث السيدة عائشة كنا نؤمر أن نقضي الصلاة ما عندنا نعمله ولا نقضي الصلاة السؤال ده اللي بعد كده يا دكتور في حديث بيقول الصوم في السفر كالفطر في الحضر ينفع الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا رخصة وعلى فكرة معظم العالماء قلينا الحديث ده إنه مجذوب وضعيف وكلام لا تتخيله والمفاجأة أنك هتلاقي أحاديث يقولك فيها الصائم في الصائم وفي السفر كالمفطر في الحضر وأحاديث ثاني في نفس الكتب يقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم وهو في السفر وفي أوقات تانية ما كانش بيصوم وكان بيخير الناس وأحاديث صحيحة أكثر صحة ومتوترة أكتر إنشاءة يعني لما أحد صحابه سأله قاله إن شئت فصوم هي رخصة إن شئت فصوم وإن شئت فلا تقولي بقى اللي هيصوم في السفر كالمفطر في الحضر يعني مصيبة يعني فبطره التشدد ده حتى النص بتاعه شكله في إنا يعني في حاجة اسمها اللي هيصوم في الحضر في السفر كأنه مفطر في الحضر إيه يا راجل نشط درجات دي ومهازبة على فكرة تعرفين إن من الكفارة بتاعة القتل في القرآن اللي بالقاية بس هربت من داخل الوقتي إن فصيام شهرين متتابعين لو راجل أتل لو ستة أتلت ها يبقى لو كانت الحائد ما ينفعش تصوم هنعمل إيه في الآية دي نلغيها بقى شهرين متتابعين مات يلا لو كان ربنا صحة تعالى الحائد ما ينفعش تصوم كان لازم يوضح ولكن هنا بقى لا تقول لي مريض ولا تقول لي مسافر ولا تقول لي معرفش ميه شهرين متتاليين ولو وقفت يوم تعيد شهرين تاني يبقى الصيام حرام على الحائد أنا اكتفيت من دلوقتي ممكن يبقى فيها أسئلة تانية بقى أنا مش هقدر ألم كل الأسئلة بالإجابات بتاعتها أنا جاوبت ما أرى إنه يوضح الصورة ويساعدك على التبين أنا مش عايز أقنعك أنا بوضح لك الصورة ده ربنا هيسألني عنه يوم الإيامة لأن إحنا شغلتنا في علم النفس التفكر التدبر الاستنباط فلما لقي استنباط في كذب على الإله بأنه بيحرم شيء زي الصيام كأنه خبائف يعني وبيمنع الناس من هذا الخير فكان لازم أوضحه وابينه أنا بلغت اللهم فاشهد ودي حلقة يوم الإيامة ستسأل عنها فتفكر واكتهد أنك تخلي زملائك والناس اللي مش مقتنعين يشوفوها عشان يعرفوا يتفكروا بوعي جعل الله كل إيامكم سعادة وروآن وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات برنامج ملفات لا زالت هناك ملفات كتير هنفتحها ونقشها بعمق وبوعي عشان نتفكر أنا دوري أقول لك الرأي إنت شغل عقلك أنا ممكن أطلع غلطان شغل عقلك وتبين وقول دايما اللهم أرني الحق حقا ورزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا ورزقني اجتنابه أراكم بألف خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة